اشتركوا في القناة وارتفاع عدد الخلفات وارتفاع الميزان بالنسبة للصغار اي في سن التسمين كما كتشوفوا معايا هذه القرعان نديل فيها واحد المادة اللي هي فاتسبقتلي المهم ان في هذا الموضوع كان طريقة جد فعالة وهي الحلبة الحلبة ففي المواضيع السابقة كنت تحدثت على الحلبة يعني وفوائد ديالها في التسمين يعني بالنسبة لجميع الاعمار اما الكبار اما الصغار اما الحوامل اما العشار اي سين والطريقة اللي كنت قدمتها وهي حبوب الحلبة مع الماء يعني كتشدوا حبوب الحلبة حبوب الحلبة معروفة لا خيصة في التسمين ممكن ان يشتروا غير جدراهم لا كتضرب لكم شحال كتباع بالكاس ممكن انكم تديروها مع الماء ولكن هالطريقة هادي لقيت فيها بعض السيلبيات وهي ان الماء كيتلقوا واحدة رائحة يعني كاريها كم عارفين رائحة الحلبة هي خدامة فعالة ولكن هديك الرائحة الكاريها كتجعل يعني كيتبدل بعد اللون ديال دياللماء وخاصكم كل النهارة قوة تبدلوا لمدة اربع ايام يعني كين واحد العناء اما هالطريقة اللي يجبلكم جديدة ان شاء الله هي الطريقة ديالليوم وهي جدا سهلة وما كتخليش الرائحة في المكان يعني باش ممكن ان الاراني بينفرو من هذيك الرائحة هالطريقة وهي اننا نشدوها ذيك الحلبة ونتحنوها ونسحقوها في مولينيكس عادي يعني نتحنوها كيفاش كتتولي كتولي بهذا الشكل هذا اخوان نحلل القرعة مني كتولي غبار هانتم كما كتشوفو غبرة هانتم كما كتشوفو هيا غبرة هكا اذا هاد هاد الحلبة هاد مني كتولي غبرة اسمو كنديرولها ماشي كنديرولها مع الماء لا كنشدوها وكن نخلطوها مع كيلو ديال الخبز الجاف مطحون حتى هو يعني مثلا هاد الخبز ها ها كما كتشوفو هاد الخبز خبز جاف مطحون مطحون نتحنوه بأي طريقة ممكن انه يكون عندكم روبو او مهراز او اي حاجة اراني عندي حلقات سابقة وريتكم كيفاش كيفاش يعني التحنو هادو هادك الخبز المهم مني تشدو الخبز ديرو كيلو كيلو ديال الخبز خلطو معه ملعقة كبيرة ديال يعني ديال الحلبة مطحونة بهذا الشكل يعني معلقة من هاد من هاد الحلبة المطحونة ملعقة من الحلبة المطحونة ممكن انكم تخلطوها مع كيلو ديال الخبز سوى مطحون يعني مني كتخلطوهم غديتلاحظوا ان الارنب ما 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 كتنفخش بحال يدرناها في الماء يعني مني كنديروها في الماء كتنفخ وكتعطي واحد واحد يعني واحد رائحة كريهة اما بالنسبة لهالطريقة هادي كنوا متقنين ان الارنب ما كيعقش بها ما كتخليش الرائحة في الماء كام ما كينفرش منها سموكي اوقع ان العملية تسمين كتر بواحد شكل اكتر من ممديروها في الماء اولا الحلبة فاتح على الشهية كتفتح الشهية اه ثانيا كيتسمن يعني كيبا نكون بالوزن ديالو كيتزاد بواحد طريقة يعني سبحان الله هني الحلبة يعني شي حاجة يعني هي كتعتبر حتى موضاد حيوي ممكن انكم تحنوها مع تعطيوها لهم عوثني مع التومة عوثني كذلك رها واحد الموضاد الحيوي جد جد فعال يعني تتومة لكي الناس اللي كيكرموها وكيطحنوها وكي يعطيوها الالانب ديالهم مع الحلبة مطحونة وننتقلين ان الحلبة مطحونة مع الخمز جاف كيطيوها النتائج أنا رأى بتجربها هدي وحتجا النتائج يعني جد جد مفرحة ان شاء الله القادية ديال الحبوب مع الماء من الزيان نحتها هي غيفة شوية العناء وكتخلي واحد الرائحة يعني لكومنتير جاوني قال لك باللي رأى عنا لهذه الحلبة كتنفخ وسط الماء وفعلا هي كتنفخ وسط الماء وكتطلق واحد الرائحة يعني كريهة وفعلا نقول الناس عندكم الصح اذا اسموه الطريقة اللي غادي نحيل من هذه الرائحة هذه وهي الطريقة اللي هذرنا عليها ان الحلبة تحنوها تتولي غبار بحلكة أنا رأى لم تتحنتها شعاد بزا فره ممكن ان تتحنوها زراها بزاف رأى يعطي وحد الكيمية كتنفخ معها غير معلقة وحدة كافية وما تنفخ اكثر يعني بالنسبة التسمين انا جربت يعني ملعقة وحدة رأى كافية ان تخدم معكم مزيان اذا ندي الحلقة ديال النهار حلقة مهمة الناس اللي بغي يعني يعطي تسمين يعني يسملوا الالانب ديالهم سواء صغار صغار او كبار كنشكر مع التعليق طيبة ديالكم الناس ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا حلقة ان شاء الله مفيدة تكيو على زر جيم باش تساندونا باش خانات زيد قدام بتنسوناش بزير جيم وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المخبرة ونساقو